استقبل مطار العريش الدولي بالشمال سيناء خمس طائرات تحمل ثمانية وثلاثين ونصف طن من المساعدات وثمانية وثمانين طبيبا لغزة وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء أنه جرى تفريغ حمولة الطائرات ونقلها على متن شاحنات لتخزينها في المخزن اللوجستية بمدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطينية